السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض باي باي مع السلامة يا عم وحيد سمعنا كلنا مصادر بأن النهاردة ومبارح من مواقع وصفحات مغربية موصوك منها أن وليد الركراكي إن شاء الله يبقى مدير فني منتخب المغرب ووحيد خليلوزيتش هيقولولو مع السلام طبعا حاجة جميلة جدا إن بقى ابن وطنك وابن بلدك هو اللي هيقود المنتخب في كاس العالم وده شيء جميل جدا ولكن الموضوع ده لو حقيقي فعلا المواقع والصفحات تلعوا كده علينا النهاردة ومبارح يبقى في حاجة الموضوع في حاجة يعني أنا أتمنى إن يمشي وحيد خليلوزيتش كنت أتمنى إن يمشي من سبع شهور سبع شهور فاته كان الكاميرون بطولة الأمم الأفريكية اللي في الكاميرون في يناير وإحنا في شهر تمانية من سبع شهور يمشي في نقطتين مهمين جدا لازم أكلمكم في الموضوع ده أول حاجة وليد الركراكي وليد الركراكي المدير الفني بيبقى عامل زي اللاعب ماينفعش لاعب يبقى لسه طالع ناشئ ويجيب له هدف عالمي ويعمل مباراة رائعة فالناس كلها تقول عليه إيه ده هو ده ده هو ده ده هيديع كده هيديع برضو وليد الركراكي راجل في التدريب إحنا أول مرة نسمع عليه الفترة دي هو شاب محترم ومدرب رائع ولكن ماينفعش أخذه من نادي وأخليه يمسك منتخب المغرب وفاضل شهر على كاس العالم ممكن أخليه يمسك منتخب المغرب في بطولة عربية تصفيات أفريقية أو بعد لو كانوا مشوا وحيد خلوا زيتش في شهر يناير بعد لما تدي لوليد الركراكي هيبقى عنده تقريبا سنة كاملة على كاس العالم على الأقل هو نفسه هيفوق من الخضة إنه هيمسل بلده فعمره في حياته ما مسك دولي يعني وليد الركراكي عمري في حياته ما مسك دولي وكاس العالم محتاج خبرات كبيرة كبيرة جدا فلو هتجيب وليد الركراكي المدير فن المنتخب المغرب هتظلم المنتخب المغربي وهتظلم كمان وليد الركراكي بس وليد الركراكي يستاهل يمسك المنتخب آه يستاهل بس مش في الظروف دي مش فاضل شهر شهرين على كاس العالم تجيبه لأ فاضل شهر شهرين تجيب واحد خبرة تقيل ومسك منتخبات قبل كده لكن وليد الركراكي ممكن يمسك المنتخب بعد كاس العالم تديره فطرته طب هتجي تقول لي ما جلال قدري ماسك تونس أيوة جلال قدري كان في المنتخب مع مونزل الجبير الفترة الكبيرة بتاعت مونزل الجبير ولعبه كاس العرب ولعبه بطولة أفريقيا فهو متواجد أصلا في المنتخب بس بدلا ما كان مدرب عام وقاض المنتخب في بطولة أفريقيا لما كان كابتن مونزل الجبير إن شاء الله يكون بخير دايما لما كان مريض قاض هو وكسب نيجيريا ودي برضو من علامات إن خد ثقة مع الناس فهو بيقود المنتخب هو موجود في المنتخب بقى له سنين بس بدلا ما كان بقى مدرب بقى مدير فني فالدنيا مشى زائد النتايج كمان الأخيرة كان كويس جدا لكن وليد حتى ما فيش وقت ياخد ثقة يعني ما فيش مطشات هياخد فيها ثقة ده هم فضل شهرين يعني هو بس هيعمل مطشين والدين قبل كاس العالم لأ أنا من رأي هيبقى فيها زبط ده رقم واحد رقم اتنين النقطة تانية اللي هتكلم فيها ليه وحيد خلوزتش ودي غلطة الجامعة والاتحاد المغربي لكرة القدم غلطة جبيرة جدا ما ينفعش انت بتلعب بطولة الأمم الأفريقية ومتعملش فيها وتظهر فيها بمستوى سيء جدا وتطلع من دور التمانية يعني أولا المجموعات في الأفريقية يعني بصراحة عيب قوي انك انت ما تسعدش المجموعات الأفريقية عيب قوي يعني عندك مشاكل أكيد سعدت وتطلع على طول فأكيد منتخب المغربي ظهر بمستوى سيء جدا أنا بقى كاتحاد مغربي أفكر أقول لا ده احنا في كاس الأمم الأفريقية عم وحيد خلوزتش ما عملش أي دور ولا لنا شكل ولا دخلنا مربع ولا وصلنا قبل نهائي ولا أي حاجة يبقى هنعمل في الكبير بقى يعني ده كاس العالم 10 أضعاف كاس الأمم في القوة كاس العالم بجد بمعنى الكلمة 10 أضعاف القوة بتاعت كاس الأمم الأفريقية ده كاس الأمم الأفريقية البطل بتاع كاس الأمم الأفريقية البطل بيطلع من المجموعات كاس العالم ما احنا في 2018 رحنا كاس العالم طلعنا من المجموعات اتغلبنا ثلاث نتشاط في كاس العالم وإحنا في كاس الأمم الأفريقية لعبنا النهائي مع الكاميرو في 2018 لعبنا النهائي مع الكاميرو نهائي أمم أفريقية وروحنا كاس العالم اتغلبنا ثلاث نتشاط منتخب مصر ورجعنا إذن كاس الأمم الأفريقية بالنسبة لكاس العالم حاجة كبيرة أوي كاس العالم حاجة كبيرة أوي كاس العالم في القوة أقوى من كاس أمم الأفريقية عشر مرات فلما تروح كاس أمم أفريقية مع مدرب وحيد خلاجيتش وما يكونش لك أي شكل ولا أي حاجة وتطلع من دور التمانية وتخليه مستمر إذا كان فشل في الأضعف هيعمل إيه مع كاس العالم يبقى ده خطأ كبير جدا أن الاتحاد المغربي اتأخر أنه يمشي وحيد خلاجيتش زي المستوى أنا شفت مستوى وحيد خلاجيتش ما بظلمش أو المباراة في الكان الأمم الأفريقية بيلعب بتلاتة وراء ورجوع وخلى غانا تتفوق عليه في كل حاجة لولا مهارة اللعيبة سوفيان بوفيل عنده مهارة خلاص له الماتش ولما راحوا لعبوا أمريكا من شهرين ثلاثة أمريكا جابت أربعة تنبين ولا ثلاثة الماتش يقلص عشرة مفتوح دفاع مفتوح طب أنت مش عارف تتعامل مع الماتشات الدولية أنتو مخليين وللغاد دلوقتي هي دي المشكلة بس أتكلمتوكم دلوقتي في نقطتين مهمين إذا الموضوع وليد الركراكي حرام تجيبوه دلوقتي هتظلموه جيبوه فترة تانية كمنتخب ما تستعجلوش عليه يعني والفترة دي بتاعت مدير فني عنده خبرات دولية يكون مسك المتخب ما تجيبش وليد الركراكي وأول مرة يمسك في حياته منتخب ولسه بيلبس مره العام الرحيم وبعد أيام كاس العالم ما ينفعش يا جامعة عنده كده شعبكم بيفرح إحنا نفسنا لما هنجي نتفرج على كاس العالم أنا هشجع المغرب ما فيش حد يعني لو فيه مصر ولا الجزائر ولا تونس ولا المغرب احنا هنشجعهم مصر والجزائر بره ما فيش إلا مغرب وتونس وفيه سعودية وفيه قطر هنشجع الناس دي هنشجع دي ونتفاعل معها غصب لعنها هتلاقي نفسنا بنتفاعل معها فجيب مدرب يفرحنا كلنا ما تجيبش مدرب لسه جديد يعني ولا أنت عايز تجيبه عشان تستخبى وراه لما تعمل نتاج وحشي يقول لك إحنا بندور الثقى وهو المدرب لسه خبرات قليلة الله أنت بالأول ما كنتش تجيبه اعمل لايك وشرفنا بالشراكة الاسم القناة على اليوتيوب روح اشترك فيها ضروري القرى مختلفة مع مصطفى صادق قناتنا التانية اسمها من الآخر مع مصطفى صادق